ايران في وجه عاصفة عالمية مركزها الولايات المتحدة الامريكية هكذا تبين مؤشرات الاحداث ان صدقت الاخبار المعلنة قمة دولية منتظرة لمحاصرة انشطة ايران من المقرر ان تعقد في الثالث عشر والرابع عشر من شهر شباط المقبل في العاصمة البولندية وارسو القمة المرتقبة جاءت بدعوة امريكية لمناقشة الاوضاع المتوترة في الشرق الاوسط وعلى رأسها دور ايران التخريبي في المنطقة حيث ستتناول سلسلة من القضايا الحساسة تشمل الارهاب الايراني وتطوير الصواريخ وانتشار الاسلحة وتهديدات الميليشيات التي تخوض حروبا بالوكالة في الشرق الاوسط الاعلان عن هذه القمة يمثل رسالة تهديد امريكي جدي لاران كما انه يؤكد ان واشنطن جادة في طمانة حلفائها الاقليميين على انها لن تصبح لطهران بتهديد الامن القومي لدول ذات علاقات استراتيجية معها هذا الخيار اعلنه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو خلال خطاب القاه الخميسة في العاصمة المصرية القاهرة حيث اكد ان واشنطن تضاعف وجودها للضغط على ايران وكبح جماح ميليشياتها اطراف اخرى باتت اكثر تحمسا من واشنطن لمحاصرة ايران بسبب ما رأته تصاعدا في الاعمال الارهابية لطهران الدول الغربية على رأسها فرنسا مثال على ذلك رغم ما تبديه تلك الدول من دعم للملف النووي الايراني فرنسا طالبت ايران بالتراجع عن اطلاق صواريخ في اطار برنامج الفضاء الايراني معتبرة ان ذلك ينطوي على خرق لقرارات مجلس الامن في تماهي مع موقف الولايات المتحدة بشأن انشطة طهران الباليستية الحكومة الهولندية من جهتها التهمت طهران بالضلوع في جريمتي قتل هولنديين من اصل ايراني عام 2015 و2017 فيما قرر الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على ايران بعد انكشاف تورط اجهزة استخباراتها في تفيذ عمليات اغتيال في اوروبا بدورها اعتقلت السلطات البلغارية عناصر ايرانية ضمن شبكة لتهريب الاسلحة كاشفة عن وجه جديد من الانشطة السرية الايرانية في اوروبا مراقبون يرون ان تصاعد هذه الاحداث هيئة للولايات المتحدة فرصة لتشكيل جبهة قوية لمواجهة ايران تضم الدول المتضررة من انشطة طهران الارهابية سواء من الاقطار العربية او من البلدان الاوروبية ترجمة نانسي قنقر